مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما الذي يميز الكتاب المقدس عن أي كتاب آخر يدعي أصحابه أنه كتاب إلهي ما هي السمات أو الخصائص التي تجعل من الكتاب المقدس يقف شامخا ولا يقترب منه أو حتى يقترب يعني إلى نصفه أي كتاب آخر واحدة من هذه السمات هي أن الكتاب المقدس يعتبر كتاب نبوي يحتوي على الآلاف من النبوات النبوات التي قيلت منذ القديم من أول سفر التكوين نبوات تحققت أخذ تحقيقها يمكن عشر سنين أشين سنة مئة سنة ألف سنة ألفين سنة ونبوات حتى وقتنا هذا تتحقق ونبوات أيضا تتحقق وستتحقق في مجيء رب يسوع المسيح لا يوجد كتاب على وجه الأرض يستطيع أن يقف أمام الكتاب المقدس في هذا الأمر عشان كده عنوان حلقة اليوم هو بجدارة بجدارة هو حقا أعظم كتاب لما يحتويه من نبوات الله وحده هو الذي يعرف المستقبل والله وحده لأنه أيضا هو كلي القدرة مع كلي المعرفة هو أيضا يحقق ما يقوله وما ينطق به فالرب يتمم مقاصده ولأن الكتاب المقدس يحتوي على نبوات وتحقيق هذه النبوات حرفيا فهذا يؤكد أن الله هو مصدره كما أن الله هو أيضا الذي قام بتحقيقها بجدارة هو حقا أعظم كتاب لكن أبلا ما نتكلم عن الموضوع الشيخ ده والمهم ونبوات الكتاب المقدس وصلني أكثر من تعليق على حلقة الأسبوع الماضي واللي كانت بعنوان لو لم يكن المسيح حقا قد صلب ومات فما الدافع فما الدافع وراء اختراع قصة صلبه وموته الفائدة شفنا أنه لا توجد أي فائدة بل بالعكس تلاميذ تعذبه وتهده وأنه لا يمكن بأي صورة من الصور أن يكون التلاميذ قد قاموا باختراع قصة صلب وموت المسيح لكن خلينا أخذ الأول السؤال ده أخذ السؤال دوا لأنه مهم السؤال ده وصلني على تعليق على حلقة الأسبوع الماضي بيقول السائل وهو اسمه غالبا هلال اسمه هلال بيقول عبر كتاب أريد أن يقرأ تعليقي حاضر أنا أريد تعليقك وهو كالتالي أعترف كمطلع جيد للتاريخ والأديان أن يسوع قد صلب ومات طيب كويس لكن أنت يا دكتور قلت ما الداعي لاختلاق قصة موته وقيمته سأقول لك إيه بقى السبب اللي بيقدمه إنه هذا السبب هو لإخماد ثورة اليهود كويس إخماد ثورة اليهود وإعطاء مسيح متسامح لليهود بمؤامرة من الرومان كويس والدليل الثورات التي كانت أعملها اليهود بدافع تعريض شعب الله قاموا بإخمادها الرومان يبقى الهدف من وراء قصة اختراع قصة صلب وموت المسيح وقيمته هو أن يقدم اليهود مع الرومان مسيح متسامح مسيح متسامح وبالتالي تخمد الثورات تخمد الثورات هذا هذا للإجابة على النقطة دي أقول أولا أن السائل يبدو أنه لا يعرف جيدا تاريخ الشعب اليهود وتاريخ ثورات اليهود فثورات اليهود لم تنتهي بعد صلب وموت المسيح ثورات اليهود لم تنتهي بعد صلب وموت المسيح طيب خليني أخذ المداخلة دي لأنه بيقول أنه صاحب هذا السؤال موجود على التليفون فإذا كان كده يبقى ممكن ناخد المداخلة بعدين نكمل أكمل مع حضرتكم ألو 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 أيوة ألو أهلا أهلا بيك أهلا دكتور سعيد القصص أشغل أهلا وسعلا كيف حالك أهلا بيك ممكن أتعرف بي اسمك طيب هلال هلال أوكي أهلا هلال أهلا أنا طرح ذلك السؤال يعني هل ممكن يعني أزيد في التعليق أو أه ممكن ممكن أنت لسه أنا لسه ما جاوبتش عليه بس ممكن تزيد التعليق اشرح لنا السؤال اللي أنت عايز تسأله بس ممكن أولا ممكن أولا توطي صوت التلفزيون علشان عامل صدع شوية اسمعنا بس بالتليفون ما التليفون أنا سألتك تعي أهلا تفضل أوكي يعني اليهودية كنت مر بمراحل ثورية في القرون يعني الأولى صح في القرون حتى بما بعدها الرومان يحاولون إخماد الصورات أنت تعرف أوكي من ناحية السياسية العلوم السياسية يعني الناس المخابرات مثلا بين قوسين يحبون إخماد الصورات أكيد فاليهودية بما تسمى اليهودية كانوا ينتظرون مخلص أهلا أهلا فإخماد هذه الصورة مثلا إعطاءهم مسية مسالم مسالم أوكي مسالم فممكن يعني إخفاء الجثة من طرف الرومان جعلت التلميذ يعتقدون أنه يعني أقام من الأموات أو يعني هناك شيء نوعا ما من يعني تم رشو بعض الناس أو تم يعني هذه أنا هذه الأفكار أتيت بها من فيديو اليوتيوبرس آدم المصري أنا رديت على فيديو آدم المصري في هناك حلقة كاملة عملتها للرد على آدم المصري بخصوص قيامة المسيح لكن يعني ما رأيك بالناس يعني الثورات الثورات اللي كانت يعني أنا ذاك يعني اسم المصايا حاضر 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 أولا أولا تاريخ اليهود بيؤكد أن بعد حتى صلب وموت المسيح لم تنتهي الثورات فالثورات استمرت ووصلت إلى زروتها سنة ستة وستين زي اللي بنسميها بيسموها اليهود هامارد هاجادول هامارد هاجادول بمعنى التمرد العظيم هذا التمرد العظيم وصل إلى قميته سنة ستة وستين وعلى أساسها أمر نيرون الإمبراطور الروماني بإرسال جيش علشان يخمد الثورات اليهودية وبعد فترة من الزمن استطاع تيتوس أن يدمر اليهودية ويأتي بها رأسا على عقب ويحرق المدينة ويدمر الهيكل ويقتل مئات الألاف من اليهود يعلقهم زي ما قال عنهم يوسيفوس قال أن المدينة صارت غابة من السلبان علق عليها مئات الألاف من اليهود والذين كانوا أحياء تشتتوا وصار من هنا تشتت حتى الرجوع سنة 1948 فلو كان الرومان اخترعوا هذه الكتبة فهي أفشل كتبة ممكن يخترعها إنسان ليحقق منها غرض وهذا يؤكد على أن فكرة أن اختراع مسية مسالم علشان يخمد ثورات اليهود هي فكرة ليست تتماشى مع التاريخ اليهودي ولا يوجد لها أي سند تاريخي حاجة تانية شكرا لك الحاجة التانية اللي أكمل عليها برضو سؤالك إنه بتقول إنه من يقوم من الأموات في الأساطير اليونانية والرومانية هم الأليهة أو أبناء الأليهة وكأن قيامة المسيح من الأموات هي اقتباس من الأساطير اليونانية القديمة طبعا قيامة المسيح من بين الأموات ليس لها أي صلة بالأساطير اليونانية أو الرومانية القديمة وأنا اتكلمت في فيديو رديت فيه على آدم المصري بخصوص قيامة المسيح وعدم ارتباطها بأي أساطير قديمة لأن من نادى بقيامة المسيح لم يكن رومان ولم تكون الرسالة كتخرجت من اليهودية فأول منادات بقيامة المسيح كانت في مدينة أرشاليم كانت من اليهود الذين آمنوا بالمسيح تلاميذ المسيح إلى اليهود الذين يعيشون في اليهودية ولا يمكن لليهودي أن يقبل فكرة أن شخص قام من الأموات فهو يصير إلها وعشان كده لا يمكن أبدا أن نقول أنها اقتبست فالتلاميذ لم يقتبسوها ولا حتى اللي كانوا سامعين وشاهدين للمسيح لم يقتبسوها وزي ما حضرتك أحلت هنا إلى حلقة آدم المصري أنا مش معاي رقم الحلقة الآن لكن هي حلقة موجودة يمكن من أكتر من سنة رديت فيها على أنه لا يمكن أبدا أن تكون قيامة المسيح كما يدع البعض هي اقتباس أو هي فكرة وثنية لأن الألهة يقومون من الأموات فبالتالي عندما قام المسيح من الأموات صار في نظر التلاميذ إله أو رفعوه إلى مستوى الإله لأن هذا لا يتماشى مع حتى كلام المسيح والدعاءات المسيح وإعلانه عن نفسه اللي مليانة كلها في الأنجيل الأربعة طيب أرجع إلى حلقة اليوم وعنوانها زي ما قلت بجدارة هو حقا أعظم كتاب لما يحتويه من نبوات وتحقيق للنبوات أنا بصراحة الموضوع ده موضوع مهم لأن تحقيق النبوات أمر يميز الكتاب المقدس عن أي كتاب آخر عن أي كتاب آخر هات أي كتاب آخر هات كتاب يدعي أصحابه أنه كتاب سماوي هات كتاب البوزيين أو كتاب الزردشتية أو كتاب حتى القرآن كويس؟ يوجد اليوم أكتر من ستة وعشرين كتاب يدعي أصحابهم أنهم كتب أو موحة بها وسماوية الفيداس للهندود، كتاب المرمن، الكرآن من هذه القائمة لا يوجد كتاب واحد يحتوي على نبوات محددة تحققت لا يحتوي على نبوات محددة تحققت أنا بصراحة عتدور بقالي أسبوع بدور على النت وكتبت كل ما يمكن أن يكتب نبوات في القرآن، نبوات تحققت نطق أقال عنها القرآن نبوات تحققت أعدنا أدور على فيديوهات أو أدور على مقالات كبيرة كتبت مفيش في الموضوع ده كويس؟ البعض يقول لك هو تنبأ عن مقتل أبي لحب هو توقع موت أبي لحب هو مش عارف تنبأ عن النصرة في بدر دي كلها حاجات يعني بيحاول بيها الأخ المسلم أنه يجد ما يؤكد من كتابه أنه نبوة لكنه لا توجد نبوات تتخطى الزمن ولا توجد نبوات تتخطى المكان كما يوجد في الكتاب المقدس فنبوات الكتاب المقدس تخطت الزمن والمكان تخطت الزمن تخطت الزمن مئات ألاف وإلى مجيء الرب أيضا لسه هناك نبوات منتظرين تحقيقها في ويبسايد هي اللي أعدت أدورها أعدت أدور بالإنجليش أعدت أدور بالإنجليش ودور بالعربي فلقيت مقالة مكتوبة على صفحة بالإنجليش اسمها الإسلام كويس تحقيق نبوات في القرآن ماشي قلت أقرأ الرسالة أقرأ المقالة واحتمال يكون فيه أشياء مقنعة قال لك أول حاجة القرآن تنبأ بالبصمة كويس ما مش عايزكم تتحكوا بس إحنا يعني بنتكلم بجد القرآن تنبأ بالبصمة واستخدام البصمة اللي هي فينجر برينت كويس فالفينجر برينت اللي بنستخدمها النهضة في الانفستجيشن والتحقيقات وفي معرفة الشخصيات إلى آخره طب جابها منين قال لك جابها اتحقق دي ده اتقال في القرآن في آية أو سورة 41 وفي آية 21 وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وليه ترجعون فجلودكم تشهد عليكم ده نبوة عن البصمة والبصمة ده اختراح حديث يعني موجود يعني طبعا الحاجة الثانية أنه تنبأ القرآن عن الطرق في الجبال وإذا الجبال سيرت فده تنبأ عن الطرق اللي موجودة في الجبال يعني وكأنه الناس زمان ما كانتش عارفة الطرق الموجودة في الجبال ده احنا من لما بنروح بنرجع الورى والحضرات القديمة يعني بنعرف الناس اللي كانت بتسافر وبتقطع مسافات آلاف الأميال بين الجبال إلى آخره قبل مجيء القرآن قال لك نظام نقل حديث كويس النظام النقل الحديث تنبأ عنه القرآن الخيل والبغال والحميل لتركبوها وزينة ويقلق ما لا تعلمون طب ما ده معروف منذ قديم الزمان الخيل والبغال والحمير والجمال ما كانت بتستخدم من قبل من قبل الاسلام بآلاف السنين كويس آه قال لك كمان آه تنبأ بوجود حضائك الحيوانات الزو كويس وإذا الوحوش حشرات فقال لك حشر الوحوش ده ما بيكونش غير بس في حضيقة الحيوانات أنا بس قلت أجلب لك حضراتكم شوية حاجات يمكن تشوفوا أنه قد إيه مقارنة لا يمكن أبدا أن نقارن بالكتاب طيب أخذ الأخ هلال لأنه دخل تاني وعايز يعلق تاني طيب أخذ الأخ زكريا آلو السلام ونعم الدكتور أهلا بيك أخ زكريا أهلا بيك أحنا بنتكلم عن موضوع النبوات في الكتاب المقدس أخ زكريا عندك تعليق في نفس الموضوع وقبل مناقشة الموضوع يعني أنت أعمل حلقة حول إطهاب المسيحيين في ليبيا يعني الآن قبضوا على 25 شخص سيعتمونه أيوه في ليبيا ليبيا للأسف ليبيا للأسف صارت داعش أخرى صارت داعش أخرى أيوه ما يحدث يعني زي ما يقول الأخ زكريا أنه بيتم القبض على أي شخص سواء مسيحي أو آخر حاجة أنه أنه محلات المسل المكتوب علي المجات اللي مكتوب عليها أو مرسوم عليها أي حاجة مسيحية بيتم مصدرتها وكأنه يعني العدو الوحيد لليبيا هو المسيحية مع أنه إصلاح ليبيا أيوه لا يمكن أن يكون إلا من خلال إصلاح الشخص الليبي وإصلاح حياته الروحية وعلاقته مع ربنا بالمسيح يسوع شكرا لك أخونا زكريا شكرا لك أيوه يا أخي أيوه المقترح يجب أن ترطعوا دعوة قضائية جنائية يعني تجمعوا محامين قدرات في جنائية والإسرام محكمة طلعية تجمعوا دعوة قضائية الدعوة القضائية تنفع في دولة القانون لكن ما تنفعش في دولة الغاب دولة الغاب لا ينفع فيها دعوة قضائية لكن ينفع فيها ينفع فيها أنه إحنا كلنا نشترك في الصلاة لأجل ليبيا أنه رب ينقذها ويخلصها وأنه رب يفتح قلوب الليبيين لكي ما يعرفه شخص يسوع المسيح المخلص لحياتهم طيب أرجع لي موضوع الحلقة شكرا لك أخونا زكريا أرجع لي موضوع الحلقة لو أنت بيقف الكتاب مؤدس شامخا لا يسوي ولا حتى يمكن أن نقارنه بأي كتاب آخر من ناحية الكم الهائل من النبوات وتحقيقها الكم الهائل من النبوات وتحقيقها 27% من حجم محتوى الكتاب المقدس هو نبوات تم تحقيقها أو ستتحقق 27% من حجم الكتاب المؤدس هو نبوات يعني أكثر من ربع في دائرة معارف نبوات الكتاب المؤدس لبارتون بيني في كتاب ودائرة معارف النبوات الكتابية أن الكتاب المؤدس بيتضمن أكثر من 1817 نبوة 1817 نبوة منهم 1239 نبوة في العهد الأديم و 578 نبوة في العهد الجديد هذه النبوات ممكن تكون مذكورة في نص صغير وممكن تكون مذكورة في أصححات كبيرة فيوجد أكثر من 8352 آية أو نص بيكلم عن هذه النبوات في الكتاب المقدس هتولي كتاب في هذا الكم من النبوات هتولي كتاب في 10% من الموجود في الكتاب المؤدس من النبوات لا يوجد لا يوجد وهذا يبرهن على أن المصدر هو الله والذي أيضا ضمن تحقيقه هو الله هي مش تخمنات دي نبوات دي حاجات محددة بالمكان وبالزمان وبالأشخاص دي أحداث تمت بحزفيرها قيلت مئات السنين أو ألاف السنين من قبل وتمت وقيلت أيضا نبوات وسوف تتحقق أيضا كما تحققت النبوات الأخرى شوفوا نبوات الكتاب المقدس دي ما قلت بتتعدى الزمان والمكان هي ليست نبوات قاصرة على شعب إسرائيل كويس هي بتتعدى تتعدى الزمان والمكان نبوات تتعلق بأعمال الله ولأن الله هو سيد الكون هو خالق الكون هو رب الكون هو السيد على كل الشعوب وكل الأمم هو رب كل الشعوب وكل الأمم فالنبوات تتعلق بالشعوب تتعلق بالأمم تتعلق بخطة الله العامة بأعمال الله في العالم تركيزها الأساسي هو مجيء المسيح المخلص من خلال شعب إسرائيل وكمان نهاية الزمان نبوات تتعلق بإسرائيل كأمة، كشعب، نبوات تتعلق بمصر، ببابل، بأشور، بسوريا، بسور، بلبنان، بأسيا الصغرى، باليونان، بفارس، بمادي، بالرومان يعني تعلقت هذه نبوات بشعوب كثيرة بشعوب كثيرة وتم تحقيقها وفي نبوات في موكب التحقيق وهتتحقق ده بيوردينا الكم الهائل اللي موجود في كتاب المؤدس من نبوات نطق بيها الرب على لسان أنبيائه شوفوا مثلاً أخد بعض أنا النهاردة مش هدي محاضرة كاملة عن النبوات كلها لأنه مش هقدر أغطي في ساعة مثلاً ألمست ألفين نبوة ده يكفي لحنا لحنا لو تناولنا النبوات التي تحققت في المسيح محتاجين حلقات وحلقات علشان نتكلم عن هذا الأمر لكن هاخد بعض الامثلة من النبوات نبوات مثلا عن ضمار اسرائيل الرب كان قال لشعب زمان انه انتم اذا حفزتم وصياي وعيشتم بحسب المكتوب وعيشتم بامانة ولم تعبدوا الاوثان فاني ابرككم لكن لو تمردتم وعبدتم الاوثان وجريتم وراء الالهة الوثانية كباقي الشعوب هيكون في عقاب اله ولما الشعب اتمرد وبدأ يعبد الاوثان في تاريخه ارسل الله انبياءه وانظروهم لكن رب قال انه في نبوات محددة هاتم منها ضمار اسرائيل ضمار اسرائيل يعني مثلا نقرأ انه مثلا لما نقرأ عن تاريخ اسرائيل لنعرف انه السبي الاشوري اللي تم للمملكة الشمالية اللي هما العشر اسباط اللي فوق كان سنة 722 وكان هذا السبي ايضا نبوة الرب تكلم عنها اكتر من مرة على لسان الانبياء لشعبه انه هيتم كذا وكذا وكذا انه رب هيقيم امة حتى ايضا السبي البابلي رب قالهم انه هيقيم امة هذه الامة هي بابل وبابل هيأتي ويصنع كذا وكذا بالتفصيل وتم وتم دوان تم دوان سنة 586 دمار ارشاليم والهيكل على يد الرومان الرب يسوع اتكلم عنه بكل وضوح عن دمار مدينة ارشاليم مثلا اقول بعض بعض الايات لحضراتكم في ملوك الاول واصحاح 14 بيقول كده ويضرب الرب اسرائيل كاهتزاز القصف في الماء ويستأصل اسرائيل عن هذه الارض الصالحة التي اعطاها لابائهم ويبددهم الى عبر النهر لانهم عملوا سواريهم واغازوا الرب ويدفع اسرائيل من اجل خطايا الربعام الذي اخطأ وجعل اسرائيل يخطئ اذا اخدنا النبوة دي نجدها انها تحققت فعليا بمجيء اشور ودماره لاسرائيل ودماره للعاصمة الاسرائيلية اللي كانت موجودة في الشمال وهي السامرة ده ده بس مثل ده فيه ايات اخرى انا بس عشال وقت لكن كمان نشوف هنا فيه اشعياء تسعة وتلاتين يقول ربي فقال اشعياء لحزقية اسمع قول الرب هو اذا تأتي ايام يحمل فيها كل ما في بيتك حزقية لما جوله الضيوف من بابل وراح فتح مخازن رب وراهم كل ما عنده من دهب ومن فضة فقال له اشعياء قال انت بتعمل كده ليه انت مش عارف ان دول هم الاعداء اللي يجوا ياخدوا كل حاجة اوش كده قال له هو اذا تأتي ايام تأتي يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنه اباؤك الى هذا اليوم الى بابل يعني اللي هيحصل والمكان لا يترك شيء يقول رب ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل وقد تم هذا حرفيا اشعياء ان كنا بنقول ان هو تنبأ سنة 722 او 740 الى 722 فعندنا عندنا وتحقيق النبوة دي كان سنة 586 تبتكلم تقريبا على اكتر من 160 سنة طيب رب يسوع اتكلم عن خراب ارشالين بكل وضوح لم قال ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لكي يروه ابنية الهيكل فقال لهم يسوع اما تنظرون جميع هذه الحق اقول لكم انه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض لا يترك في الهيكل ده حجر على حجر الا وينقض مش هيحرقوه بس لا بها ينقض حجرتو مش هيخلوا حتى حجرين على بعض قائمين وده بالزبط اللي حصل ده بالزبط اللي حصل انه لم يترك حجر على حجر سنة 70 ميلادية اتوا بالمدينة وسووها بالارض خسفوا بيها وبكل ما فيها هم نكلم على نبوات كلمة مثلا على نبوات اخرى نبوات الرجوع من السابي الرب تنبأ عن السابي لكنه كمان الرب لسه هيتم مقاصده يرجعهم من السابي الرب تنبأ وتنبأ انبياء الرب عن الرجوع من السابي عشان كده يقول مثلا حسقيال سور 11 لذلك قل هكذا قال سيد رب اني اجمعكم من بين الشعوب واحشركم من الاراضي التي تبددتم فيها واعطيكم ارض اسرائيل فيأتون الى هناك ويزلون جميع مكرهاتها وجميع رجاساتها منها واعطيهم قلبا واحدا واجعل في داخلهم روحا جديدة وانزع قلب الحجر من لحمهم رب اجمعهم وبعد سبعين سنة بعد سبعين سنة من السابي حتى ارمية النبي تنبأ عن فترة السابي وقال انها سبعين سنة بعد سبعين سنة رجعهم الرب بعد سبعين سنة اول اول مجموعة اتخذت للسابي او تثبت كانت سنة 619 619 مجموعة التانية كانت سنة 609 المجموعة الاخيرة على خراب ارشليم كانت سنة 6586 احنا اوخذنا 619 وكورش ضمر بابل وامر برجوع المسبيين الى اراضيهم سنة 539 يبقى بالزبط سابعين سنة بالتمام والكمال للا حصل يقول كمان حسقيال 34 كما يفتقد الرعي قطيعه يوم يكون في وسط غنم المشتتة هكذا افتقد غنمي واخلصها من جميع الاماكن التي تشتتت اليها في يوم الغيم والضباب واخرجها من الشعوب واجمعها من الاراضي وآتي بها الى ارضها وارعاها على جبال اسرائيل وده اللي عمل الرب كمان يقول في ارمية والان لذلك هكذا قال الرب اله اسرائيل عن هذه المدينة التي تقولون انها قد دفعت ليد ملك بابل بالسيف والجوع والرب هانذا اجمعهم من كل الاراضي التي تردتهم اليها بغضبي وغيزي وبسخطا عظيم واردهم الى هذا الموضع واسكنهم في ده ده عينة صغيرة من النبوات عينة قليلة جدا كتابة كمان تكلم عن متى هيأتي المسيح متى سيأتي المسيح في اي زمان هيأتي بعد كام سنة هيأتي ايه اذا هو الكتاب بتكلم عن عن زمان مجيء المسيح قبل مجيء المسيح ايوه احنا هنا مزاي الاخوة المسلمين اللي بيحاولوا يلوى النص علشان يقولوا ايه الكتابة عددية بيتنبأ عن مجيء رسول الاسلام لا 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 احنا ده كلام فاضي سوري في اللفز يعني احنا عندنا نصوص واضحة محددة بتكلم عن المسيح احنا مش محتاجين نلوي نصوص علشان نقول انها بتتكلم عن المسيح شوفوا قبل ميلاد المسيح بخمسمائة سنة قبل ميلاده بخمسمائة سنة تنبأ دانيال النبي عن متى سيأتي المسيح بالسنة بالسنة دانيال النبي بتكلم عن السبعين اسبوع في اصحاح تسعة وقال انه بعد تسعة وستين في بعد نهاية الاسبوع تسعة وستين سيقطع المسيح بمعنى انه سيمون سيصلب كويس تعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد ارشاليم وبنائها الى المسيح الرئيس سبعة اسابيع واثنان وستون اسبوعا يعود ويبنى سوق وخليق في ديك الازمنة وبعد اثنين وستين اسبوعا يقطع المسيح وليس له يعني ايه الكلام ده في السنة العشرين من ملك ارتحشت الملك اللي هو ملك فارس سنة ربعمية اربعة وخمسين قبل الميلاد صدر الامر بتجديد ارشاليم وبنائها يبقى ده الامر اللي خرج خرج سنة كام خرج سنة ربعمية اربعة وخمسين هنا بيقول لي انه بعد هذا بتسعة وسبعين تسعة وستين اسبوع الاسبوع سبعة سبعة بتسعة وستين يبقى المجموعة ربعمية تلاتة وتمانين ربعمية تلاتة وتمانين سنة بعد ربعمية تلاتة وتمانين سنة سيصلب المسيح ويقطع وده بالزبط اذا حسبناها اذا خصمنا خصمنا ربعمية اربعة وخمسين من ربعمية تلاتة وتمانين يبقى انا عندي سنة تلاتين ميلادية سنة تلاتين ميلادية والمسيح كان عمره تلاتة وتلاتين سنة اوكي طب اخد مدخلة ناخد مدخلة من فضلك اوكي 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 تسمعني ايوه ايوه اوكي اوكي اريد ان يكمل الكلام انا هلال اهلا امي بيك هلال اهلا وسهلا انا اتفضل اوكي اوكي يعني انت تخصصك عهد قديم سترى ان الرب يعد شعبه دائما بالارض الموعودة وحفاظ الشريعة ومصايا العشر وان المصايا لما يأتي سيعيدهم الى الارض الموعودة ويحقق ويحقق لهم يعني اذا لم يخونوا العهد وحققوا الشريعة سيعطيهم الارض فكل النبوآت الموجودة في العهد القديم ستتنبأ عن مصايا يعني ثوري بان يعيد لهم الارض ويكون كله يعني عندما يرون الامم مصايا مثل سليمان اكثر من مجده سيأتون لعبادة يهوة هذه النبوآت هكذا يقول اليهود يعني فجميع النبوآت الموجودة في العهد القديم لم تنطبق في نظري في يسوع الذي يدعى المسيح أعطيك يعني أعطيك الميلاد العذراوي أعطيك الميلاد العذراوي مثلا في أشعياء هالعذراء لكن عندما تعود إلى ترجمات ليس العذراء مثلا باتولاء هي فتاة وتحققت النبوآت في يوم أحاذ يعني تحققت يعني لو قرأت الإصحاح ما بعد ستلاقي أنه الرب يطلب من أحاذ يقول سيكون لك ولد مالك ويعني في زمن أشعياء يعني فليس النبوآت مستقبلية هي يدعو وليس تدعو ويدعو يعني بتولاء ويدعو ففكرة العذراء فكرة أن المصايا يأتي من عذراء وميلاد عذراوي هذه ليس موجودة في العالم القديم وكل يهود يعني من ناحية السوع هتديني فرصة جاوبة ولا هتسأل بس وتمشي هتديني فرصة جاوبة أوكي تفضل طيب أولا أولا أي أي دراسة جيدة للنص ده زي ما أنت حضرتك بتقول في أكتر من إجابة أول حاجة يقول أنه السيد رب نفسه يعطيكم آية كميس كلمة آية يعني قط يعني حاجة سوبر ناتر حاجة لا يستطيع الإنسان بنفسه أنه يعملها حاجة بعيدة عن قدرة الإنسان وإمكانياته دي حاجة أو نوت حاجة تانية استخدامه استخدامه لكلمة علماء وليس بطولة كويس لا يقلل من كون الفتاة عزراء ليه لأنه نحن نتكلم في ثقافة العالم العربي أو العالم الشرقي القديم شرق الأدنى القديم إحنا عندنا في الصعيد ما ينفعش مثلا تقول أنا هروح أتجوز بنت فلان العزراء لأنه ده بيعني معنى سلبي لكن تقول أنا رايح أخطب بنت فلان الشابة فبتستخدم كلمة شابة بدل عزراء لأنه كل فتاة شابة هي عزراء ده المفروض وعشان كده الترجمة السبعينية فهمت كده كويس أوي وقبل ميلاد المسيح بـ 250 سنة لما ترجموا النص دوا إلى النص اليوناني حطوا بارثينوس بمعنى عزراء باللغة اليونانية وليس شابة فتاة شابة ده فلما تيجي عند النص ده هتدرسه تعرف انه انه النص ده لا يمكن ابدا ان يكون تم تحقيقه انه احاز اولا الطفل اللي بيكلم عنه الكتاب ده مش طفل احاز كويس اشعياء اشعياء كان عنده طفل اخر كان عنده الشاب اخر فده ليس ليس معجزة هو المعجزة في كده انه هو يخلف ولد تاني لكن هي الفكرة بيكلم عن اية وهذه الاية اعطيت لبيت داود وعشان كده الرب بيقول انه يعطيكم يعطيكم مين بيت داود لانه التهديد كان لبيت داود التهديد اللي جي من ارام وابن رمالة قالوا نحنا نشيل احاز اللي هو نسل داود ونجيب واحد تاني من نسل اخر وبهذا لا يكون لداود ابن على كرسي المملكة فلا يتحقق عهد الله مع داود انه كرسيك سيظل الى ان يأتي من يجلس عليه الابد وهو المسيح فالنص كله فيه شوية صعوبات لغوية لكن النص لا يمكن ان يكون بيشير الى حاجة تمت وقت اشعياء لكنها نبوة كلم عن الرب يسوع ايوة ايوة سامعك دكتور لو قرأت القارنة انت تقول يجب ان تكون هناك قارنة لو قرأت اهاز يجيب الرب يقول له لا اجرب الرب مثلا لو عدت للآية لا تحضرني الان يقول له اطلب لنفسك آية او عمك طلبك او رفعه الى فوق فقال احاز لا اطلب ولا اجرب الرب اوكي ده ده هاول لحضرتك لو قريتها لو قريتها اولا 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 اشعياء بيقول له ما تخافشي ليه ما تخافشي لانه كان خايف انه ابن رمالة او سوريا مع مع السامرة مع مملكة الشمال هيشلوه لانه مش متعاون معهم ويحطوا ملك جديد فاشعياء جي قال له ما تخافشي اتطمن ولو عايز تطمن اكتر انه الرب هيحفظ عهده لبيت داود اطلب اية وعمك طلبك اشعياء ده ده اللي طلبه اشعياء من احاز احاز بطبيعته شرير احاز بطبيعته اريدي كان عمل حساباته انه مش هيعتمد على الرب ده هيعتمد على اشور او يعتمد على مصر ومش هيعتمد على الرب فلما قال لا اطلب ولا اجرب الرب ده مش تقوى ده تقوى زائفة ده كذاب ده شخص هو مش عايز ياخد التأكيد من الرب هو اريدي عمل حساباته انه يعتمد على ناس اخرين وشعوب اخرى لحميته وليس الرب عش كده الاية بتوجه الى بيت داود المرتجف الى بيت داود الخائف من عدم تحقيق وعد الله بمجيء المسيح من بيت داود عشان كده زل بيت داود زل بيت داود مسؤول الى ان اتى يسوع المسيح من بيت داود لانه المسيح لابد ان يكون ابن داود بحسب الجسد وزلت الوسائق والانساب محتفظين بيها الى ان اتى المسيح وبعد ذلك تم الخراب سنة السبعين النص النص انا ممكن خدت حلقة كاملة في نقشة هذا النص بالتفصيل لكن هو فعليا النص لما تدرسه بحيادية اكتشف ان هذا النص ليس له علاقة بتحقيقه في زمان احاز لكن هذا النص هو وعد اللي بيت داود بانه لن يزول حتى يأتي المسيح الموعود اوكي دكتور ما عليش اكمل اكمل اوكي المهم انت عمل حلقة عن النبوءات العهد القديم يتكلم عن شخص يخرج يعني كانسان عادي لا يلد من عضراء مثلا انت في اشعاع ثمن يقلت انه يعني ليس على احاز لماذا في ثمانية اربعة يقول انه لانه قيل ان يعرف الصبي ان يدعو يا ابي ويا امي تحمل ثورة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك اشعاع دا 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 مهير حلال شالباز دا الولد اللي تولد من اشعاع قبل ان يعرف ان يقول يا ابي ويا امي يعني قبل ثلاث سنين هتتدمر هتتدمر السامرة وهتتدمر سوريا وده اللي حصل بالزبط قبل ثلاث سنين اتدمروا البلدين فهو لا يشير الى طيب ما رأيك بالنبو النبوات الاخرى يعني النبوات الاخرى النبوات الاخرى اذا درستها زي مثلا النبوة هقولك لما الرب بيقول مثلا لابراهيم في سفر التكوين اصحاح خمستاشر انه انه نسلك هيتغرب في ارض غريبة ربعمية سنة ثم بعد ذلك اسعدهم الى الارض التي انا معطيك اياها دي نبوة تحققت بعد ربعمية سنة انه الرب اقام موسى وقاد موسى والشعب وخرج الى ارض الموعد بعد ربعمية سنة الرب واستخدم ايضا نفس الالفاظ انه شعب هيزل لشعب في نبوات تحققت كثيرة يعني النبوة زي ما حدثك بتقول ميلاد من عزراء انا لسه هتكلم عن مكان ميلاد المسيح حتى المكان محدد اتكلم عنه ميخة قبلها بسبعمائة سنة الدارس للنبوات هيعرف ايه صدق الكتير المؤدس في كل نبوة الرب قالها وتحقيقها طيب اشكرك اخونا ااخد الاخت فريال الو معنا طيب الو طيب لما لو في الخط بس المكالمة وقت لكن ممكن تعد الاتصال بنا طيب مكان ميلاد المسيح مش بس قال لي الطريقة اللي هيدخل بها المسيح على العالم لكن قال لي كمان ميلاده هيكون فين في اي مدينة هيكون المسيح يولد فيها ميخة قبل ميلاد المسيح بسبعمائة سنة حدد لنا المدينة بالزبط حدد لنا المدينة قال لنا اي ميخة اما انت يا بيت لحم افراتا وانت صغيرة ان تكون بين الوف يهوزة يعني انت بقارية صغيرة لا تقارني بالمدن الكبيرة اللي موجودة في يهوزة لكن منك منين من بيت لحم يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل وما خارجه منذ القديم منذ ايام الازم كلام عن المسيح اي تفسير يهودي هيقولك دات المسيح هيولت فين هيولت في بيت لحم ده يوم المجوس اتوا الى بيت اتوا الى اليهودية وراحوا عند هيروديس وقالوا له احنا اه يعني جايين اه علشان نسجد للملك المولود ويس فقال لهم طب روحوا وتعالوا بعدما تزروا تعالوا واخبروني عشان يعرف هو مين ويروح يقتله راحوا للمسيح سجدوا والملاك قال لهم ارجعوا من طريق اخر فهو عايز يعرف اين يولد المسيح يوم مولود فين الملك المولود الموعود جمع اليهود قادة اليهود قال لهم قلوا لي اين يولد المسيح قالوا له مكتوبة ده سهلة جدا عندنا ده مكتوبة في ميخا انه في بيت لحم ف اش كده بعد وقت الاطفال في بيت لحم اي دارس للكتنا معدس يعرف انه من المستحيل بل من رابع المستحيل ان يولد المسيح في بيت لحم من المستحيل انه كان ممكن المسيح يولد في بيت لحم ليه لان يوسف يوسف ومريم مش من سكان بيت لحم مش من سكان بيت لحم ده هما من فوق من الجليل من الناصرة يغامر وينزل بيها ويسافر من الشمال الى الجنوب تحت لا يمكن عشان كده الرب حرك مين حرك اعلى راس في روما انه يستصدر امر بالاكتتاب يعني الاحصاء ولازم كل واحد يرجع الى بلده الاصلية بتاعت اجداده لازم يرجع الى بلده الاصلية بتاعت اجداده علشان يكتتب فيوسف غصب عنه بقوة القانون وخوفا من القانون اخذ مريم اللي على وش ولادة ونزل بيها الى بيت لحب وهناك اتت ساعتها فولدت مولودها شفت ايه ربنا لما بيقول حاجة بيحققها طيب اخذ في ريال الاخت في ريال ونرجع نكمل اهلين اخت في ريال كيفك اهلا بيك اخي العزيز اخي انت الرب يباركك راح توفي وتكفي عن الانبوءات في الكتاب المقدس في العهد القديم لكن انت النبوءات اللي حضرتها ذكرتها في القرآن ماذا استفاد روحيا للاخ المسلم من هذه النبوءات حيوانات وحشية وزو ما بعرف ايش ما هي الاستفادة الروحية من هذه النبوءات النقطة الثانية اللي حب اقولها للاخ لال اخي الفاضل اخي العزيز اعتبرني اختك في الانسانية انت ماذا لو طلع لو صلب صلب المسيح وقيامته لو كل المسلم طلع حقيقة ماذا سيكون موقفك انت في شهادة القرآن يكفي معاندة ومكابرة اخي الفاضل اخي العزيز انا اختك في الانسانية والمحبتي اقول لك في القرآن في كتابك اللي تؤمن به مذكر عن المسيح له كل ولادته العجيبة القابل المسيح الالهية معجزات المسيح واخيرا انه المسيح بدون خطيئة بشهادة قرآنك وما رد ادخل بالتفاصيل يضيق الوقت ماذا تبقى لالله اخي الفاضل من هو يعطيك الخلاص هل رسولك اعطاك الخلاص هل انبياء الاهد القديم معطونا الخلاص لا ابدا ابدا كل ما اشاره للرب يسوع المسيح الى صلب وقيامته وخلاصه هو فقط المخلص ارجوك ارجوك فكر بهذا فكر بابديتك فكر بنهاية حياتك وانا راح اصلي من اجلك يا اخي الفاضل الهلال والرب يشرق بنوره في قلبك وفي ذهنك وينور عقلك باسم يسوع القدوس اصلي اشكرك اشرف الرب يحفظك امين اختي فريا الرب يبارك فاحنا بنكلم على نبوات اتحققت حزافيريا يعني زي ماقول بحزافيرها حرفيا وليست رمزيا او مجازيا لا ده يوسف اضطر انه ينزل غزب عنه ينزل لانه الرب قال من سبعمائة سنة انه المسيح لازم يولد في بيت لحم فهيولد في بيت لحم وده بيورينا على انه الله هو مصدر هذه النبوة وليس انسان ولانه هو مصدرها هو القادر على تحقيقها حتى بعد مئات سنين بقدرته لانه هو كلي القدرة قلوب الملوك كجداو المياه بين يدي الرب هو يقدر يقدر يغير قلب الملك يقدر يخليه يستصدر امر يقدر يخليه يصنع قرارا يحقق بما شئته ومقاصده تسليم يسوع بتلاتين من الفضة هو ايه موضوع التلاتين من الفضة دي وازاي يهوزة يسلم يسوع بتلاتين من الفضة توجد نبوة قديمة في الكتاب المؤدس قبل ميلاد المسيح بخمسمية وعشرين سنة نطق بيها زكريا النبي وعلى فكرة زكريا النبي او سفر زكريا يعتبر السفر التاني بعد اشعياء من حيث الحديث عن المسيح كويس زكريا النبي تنبأ عن المسيح تكلم عنه كتير تكلم حتى انه ينظرون الي الذي تعنوه وينوحه لكن كمان تكلم عن التلاتين من الفضة ان يهوزة سوف يسلم سيده بتلاتين من الفضة يقول كده في الزكريا حداشر عدد اتناشر الى تلاتاشر فقلت لهم انحسنا في اعينكم فاعتوني اجرتي وإلا فامتنعوا فوزنوا اجرتي ثلاثين من الفضة فقال للرب القيها الى الفخار الثمن الكريم الذي ثمنون به الثمن اللي ثمن به المسيح المسيح وثلاتين من الفضة كانت هي ثمن حياة العبد يعني اليهود لم حتى يتعاملوا مع الانسان مع يسوع كحر كعبد ما عندوش قيمة لهوش قيمة عندنا فاخست الثلاثين من الفضة والقيتها الى الفخار في بيت الرب لما نيجي الى النبوة دي تحققت ولا ما تحققت واتحققت النبوة دي يقول كده في متى 27 حين اذن لما رأى يهوزة الذي اسلامه انه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة الى رؤساء الكهنة والشيو قائلا قد اخطأت اسلامت دما بريا فقالوا ماذا علينا انت ابصر فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه فاخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل ان نلقيها في الخزانة لانها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم حينئذ تم ما قيل بارمية النبي القائل واخذ الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني اسرائيل وعطوها عن حق الفخار كما امرني الرب حقايت ماذا عن نبوات اخرى عندي لستة طويلة بالنبوات تكوين ثلاثة خمستاشر نسل المرأة يسحك رأس الحية ان المسيح سيأتي من نسل المرأة تكوين اثناشر يأتي من نسل ابراهيم رب اختار ابراهيم وعطاها ابنا ومن هذا الابن لابد ان يأتي المسيح تكوين سبعتاشر انه يكون من نسل اسحاء سفر العدد اربعة عشر بيأكد على انه يكون من نسل يعقوب من انه ولد من اولاد يعقوب ما يعقوب عنده اثناشر ولد هيأتي من يهوزة الرابعة الاول رأبيم شمعون ولاوي والرابع هو يهوزة هيأتي من سبت يهوزة من انه بيت في سبت يهوزة هيأتي من بيت داود كل هذه النبوات تحققت في الرب يسوع عشان كده بنرى ان الكتاب المؤدس هو اصدق كتاب هو كتاب الهي لانه يحتوي على نبوات قالها الرب وحققها الرب نكمل في الحلقة القادمة والى نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم